بسم الله سلاة وسلاما على رسول الله والحمد لله رب العالمين بإذن الله ده يكون آخر جزء فررين الستون هيبقى بس بفضل لنا الجلومينوفريتوس اللي هو الالتهابات في النفرونات بتاعت الكلاه المهمة تقلو على الله انا دلوقتي عايز اشخص بقى ياختي الستون احكي ده عمل ايه تحليل يورين وانت مغمل اشوفوا بقى والله لون وصفر يونو براوين يونو دم لونو ايه بالضبط كرة دم حمرة كرة دم بيضة الكلام العسل ده كله زي ما قلت لك يا جماعة لو اليورين اسد اه يعني حامضي يبقى اما ايه اللي هو يوريك اسد اللي هو تبع اليوريك اسد وهو فعلا بيكون تو اسدك لاما سيستن اما ايه لاما سيستن لو بيبقى طبيعي في جسمنا ده لكن لو هو اكتر من سبعة ونصيب الموضوع ده لاما كالسيوم سواء كالسيوم او كالسيوم فوسفيد او الرابعة اللي اسمها ايه اسمها ايه اسمها ايه استروفيت يس وانا الاستروفيت دي كان اللي هو مغنيسو امونيفوسفيت اللي هي بتجي اكتر في السيدات بسبب العدوى. فهمت الفكرة? يبقى انا بحلل البول. وفي نفس الوقت بعمل كاليتر. كاليتر اللي هو مزرعة. بشوف مسلا انفيكشن عشان لو اعليج هوادي انتبيوتك وبتاع. بشوف الكيراتينين والسيرم والبلود يوريا نيتروجين. اه في الدم وفي البول وبتاع كده. اه برضو يا جماعة صور الدم كاملة. الهيموجلوبين بيبقى مش طبيعي. لو هو عنده ديهايدريشن او انيميا. احنا اتف او حتى من ضمن الاسباب هو الديهايدريشن او نقص كمية السويل. خلاص طيب. بالنسبة هي بتبقى طبيعية. لكن طبعا بتزيد يا شمس. لان الجسم دلوقتي في حالة عدوى. فكرات الدم البيضة بتزيد. بعمل عالكيدني. بعمل سيتي سكان. اه بعمل مسلا ام ار اوي كده يعني. بعمل اشعة مقطعية اي حاجة اي حاجة. وطبعا برضك في حاجة اسمها انترو فيناس بايلو جرام. ايه دي يا شمس? قالت بص هو يعني اه ابنرمالتي كذا كذا كذا. بروفايد رابط كونفرميشن بتاع اليورو تليزيس يعني اه بيخليك تشخص او تتأكد بسرعة لو في اي ستون في قلب اللي حالب. اه ماشي اه بيوريني برضو الابنرمالتي في شكل الاستركتر او الاناتومي استركتر او بتاع. بص بص هي هي صابغة فبتوريك كل حاجة. تاخدها انترو فيناس عن طريق الوريد. اسكوبي اللي هو منظار اه بتشوف بقى البلادر واليوريتر والكلام ده كل الجهاز وقلنا سيتي سكان وقلت اوتر ساوند وقلت انالايزيس. انالايزيس يعني ايه كلمة دي يا شباب? كلمة انالايزيس يعني تحليل اللي ستون اللي جوه عشان اعرف هي ايه? هي كالسيوم ولا يوريك ولا ستروفت ولا سيستن ولا ايه نوعها دي? ايه نوعها دي? ان الفكرة يبقى التشخيص حاجات سهلة. بص يا جماعة لو تسألت في التشخيص وانت مغمض سيتسكان ام ار اي بص سيتسكان ام ار اي والبايلو جرام سابغة بتتاخدها انترو فيناس وطبعا طبعا 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 تحليل الدم. تحليل الدم عشان اشوف الاربسيز والويت بلوتسيز وبتاع طبعا ويت بلوتسيز بتلاقيها عالية. ار بسيز لا طبعيا الهيموجلوبين قليل عشان فينها انيميا او دهيدريشن. واليورين عشان لو فيه انفكشن تاخد بسرعة انتبيوتك. وتحليله. اتحليل اليورين. عمل تحليل اليورين. ابيض اسود مش عارف ايه كلام ده كله فيه دم بقى الحوارات دي كلها. اليورين بيبقى تو اسيدك في حالة ايه يا ابني? في حالة حالتين من اللي ستون اللي الطبيعية اصلا في جسمنا. واخبه لك انت. طب امتى يا شمس تبقى قاعدية? لو ستروفت سوري ستروفت اللي بتبقى السيدات اللي بتاعت الانفكشن ولو كالسيوم سواء كالسيوم او كالسيوم فوسفيد. الدحدح والتيح. وظيف الكاليا. وظيف الكاليا يا صديق. بلوت يوريا نيتروجين. دي كده اختصار للبلوت يوريا نيتروجين. والكيراتيني. ماشي? ماشي? ربنا يوفقنا جماعا يا رب. خلاص يا شباب لو مسلا دكتور قالت لك انا ازاي هقدر اعمل دياجن ممصدك ازاي يا شخص لو لستون وكده. زي ما قلت لك بق والله يا شمس على طول. انا ممكن ادخل اعمل 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 اشوف بتاع اليولين وسكان هو اسيدك ولا اكتر من سبع ونص يعني قلوي حمضي او او قاعدي. اه ماشي. اه برضك بشوف وظيف الكاليا. الكيراتينين والبلد يوريا نيتروجين. مفروض يكونوا كتير في اليورين. عشان يخرجوا لكن لا هنا ابنورمن هما هنا زيادة في السيرم يعني زيادة في الدم ولكن قريكانين في اليورين ودي حاجة مش طبيعية هما المفروض يكونوا كتار فان? هما المفروض يكونوا كتار في اليورين عشان يخرجوا برا. هم? هما العكس بقى هما قليلين في اليورين بس زيادة في الدم كلام ده ماينفعش. وقال cayلنا طبعا صور الدم عشان زي ما اتفقنا لو فيه بلات بالسلزي بزيد زي ما قلت لك وعلى انفكشن ولو في عدوى وبتاعه لكن الهيموجلومين بيبقى مش طبيعي لانه بيبقى عنده انيميا او بعمل تحليل للرينا لستون عشان اعرف فيه انهي نوع ماشي طيب دلوقتي بقى للرينا لستون ايه دي بس يا شمس عشان نكون معاك هو العلاج بس العلاج الطبي دلوقتي الدكاترة بيعملو ايه اكيد هيدو مسكناه عشان يمنعو مسلا حدوس اي صدمة او اي حاجة طيب هيدو مسلا حاجات تزوب اللي موجودة جوه تمام اه بس كده يعني مش الحوار زي مسلا يا جماعة لو هي يوريك اسد ممكن يدو القلونيز القلونيز يعني يورين قلوي ماشي يعني يبقى لو هو عنده حصبة من اليوريك اسد انا مش عارفة ايه كلمة حصبة دي حصوة حصوة كورة حصوة فاهمين المهم انه هو لو اللي ستون اللي عنده من يوريك اسد فممكن اخلي اليورين قلوي اه بالبوتاسيوم بحيث انه يعمل تعادل وتنزل والكلام ده اا او او تدوب يعني ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه شمس بتبقى على المنطقة اللي فيها الستون يعني حاجة انه هم بيجه بي يعني بيوجهوا حاجة عاملة زي اشعة او كده خارجية على المنطقة اللي فيها الستون بحيث تيتفتت انت فاهم حاجة ماشي؟ طيب و طبعا في كتير قوي بتختلف عشان احدد اللايغود بتاع اللي ستونك اللي ستون ايه 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 crab لان الف يبقى الحاجات دي يا جماعة هي مسالية اللي ستون اللي هي اقل من ثلاثة ومش في المنطقة مش طاهم. طيب المنظار والليزر اه تفتيت بس هنا تفتيت بالليزر فرجمنتيشن وز الليزر يعني بفتت بالليزر طيب البركتين was نفرو لايزوسومي أو نيفرو لايزو تريبسي بص هو ريموفل للارج ستون أو الهارد كالكيولاي لو الليستون يا جماعة تشالت من تيوب بنسميها نيفرو لايزوتومي لكن لو تقصرت وتشالت اسمها نيفرو لايزوتريبسي يبقى التومي معناها أن هي تشالت من تيوب تومي تشالت من تيوب لكن مقول أن هي تشالتها من هيا بروكن ابدأ, دي اسمها ليزو تريبسي يعني ايه؟ يعني هي كده كده تشالت بس بعد ما فتتها kit brass فيه بريك في الموضوع. علمها كده حرف富 wing frankly يعنيها اشالت منوى تيوب فهمم ... لكن بيفسي دي او تريبسي يعني بروكن حملتالها بروكن الاول بعد كده شلتها. اه عملت لها او بعد كده شلتها. اه بس open compliance تمام. المناجمينت بقى الديتري اه دي حاجات بقى حيالاكل. الدكتور بيقولك تعملها. دي حاجات في الاكل. اه مسلا يقول لك ايه? والله انت عارف ان معظم المشاكل اصلا يا صديقي تبقى بسبب المية. ويقول لك اشرب مية كتير حوالي تلاتة تلاتة لتر كده في اليوم. لو عندك كالسيوم ستون خد كالسيوم كويس يبني او مؤنف متعادل ما تاخدش بروتين كتير. اه برضك بلا السوديوم. لما السوديوم يا جماعة بيبقى عالي الجسم بيتخلص من السوديوم خلال اليورين وبياخد الكالسيوم معي. تمام? طيب. اه ده ممكن بقى يدخني في قلة كالسيوم. فيتسحب من العظام يروح للدم. فيتكون ستون برضو. فاهم الفكرة? برضك اليوريك اسد ستون. فزي ما اتفقنا ما تاكلش بيورينات كتير. والبروتين برضك. تمام. اه انكريز الديتري ستريت فاون الليمون ان اورانج. تمام? طيب انا باكل ستريت ليه? طب ما احنا اتفقنا. اه لو انت بتاكل. بص بس ركز معي. اه لو انت بتشرب حوامد كتير او لامون او برتقان او كلام ده. ده بيحافظ على اليورين بي اتش. لان بص النورمال يورين بي اتش بيبقى اسدك. يعني النورمال الطبيعي. البي اتش الطبيعي بتاع اليورين بيبقى حامدي. حامدي بس اللي هو من ستة لسبعة نصف. انت فاهم? حامدي بس في الاخر كده. شدتوا عارفين ان الحامدي اه اخره لحد سبعة نصف. اخره لحد سبعة نصف. فهو بيقول القوي بيبقى واحد واثنين وتلاتة. اهما ده حامدي بس حامدي ضعيف. فاهم الفكرة حامدي بس ضعيف شوية. المهم اه وطبعا زي ما اتفقنا لو سستن ستون لو بروتين ضعيف. افهمها ازاي دي يا شمس والله حفظها ازاي انت بتهزاري. بص يامي. الدكاترة لازم هيعمله ايه? لازم هيده انا لاجي سيك. لازم هيده مسكنات. دي حاجة بديعية. هيده ميديكيشن بلاز بيورينات كتير. هي البيورينات هي البروتينات. وطفر يعني. ماشي يا ستا? طيب والله بقى لأ انا عندي اه اه او انا بقى لسواتين ايه. وطفر. اه عندي اي نوع تانية. مثلا وليكن استروفت. استروفت بتجي في الستات بسبب الانفكشن. فيعالي. المفروض ان احنا دوقتي نعالج الانفكشن. عشان موضوع ما يتطورش اكتر من كده. صح ولا ايه? تمامي. والله كالسيوم. ازبط نسبة الكالسيوم في اكلك يعمل حاج. ماشي لو سمحت. اه بس كده اللي هو الطعام الغني ببورينات ما تاخدوش. فدي كلها نصايح بالنسبة لعمليات الاكل. والاكل والشرب دي اصلا حاجة اساسية. اه بالنسبة للشرب صحيح. لازم يشرب على اقل تلاتة لتر ما في اليوم. صباح? عشان ما اه صباح وفول اللي يعني. عشان ما يعنيش ايه? عشان ما يعنيش من فهمت الفكرة. يبقى ده بالنسبة للأكل. وبالنسبة للتعاملات الطبية زي ما قلت لك انا بدي ايه? انا بدي ادوية. انا بدي مسكنات. عشان اعرف المريض ماشي ازاي. بدي له النصايح بيمشي عليها. فهم الفكرة? طيب بس يعني ده 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 الفكرة. انا شايفة ان ده الفكرة. اه طيب ممكن مسلا قولي ايه? حد يقولي يا شمس. هو لو عنده يوريك اسد ستون. ليه بيدي له بوتاسيوم ستريت? بص البوتاسيوم ستريت بوتاسيوم مختصره كيه? بوتاسيوم ستريت دي حاجة بتعمل الكنيزيشن لليورين. يعني بتخلي اليورين قلوي. فهم? فيفتت الليستون. ممكن يعملوا ليزر يفتتوها بالليزر. يفتتوها بالليزر. يوجهوا الليزر عالجزء ويفتتوه فيه. في حاجة اسمها ليزوتومي. في حاجة اسمها نيفرولايزوتومي. يعني يشيلوا الليستون من تيوب. وفي حاجة اسمها ايه? نيفرولايزوتريبسي. يعني بروكن يقصروها الاول وبعد كده يشيلوها. فاهم يا ابني فاهم فتتوها بالليزر انا شايفة الموضوع سهل ماشي تمام فما تقلقوش يعني طب الاكزيليت ستون نفس الكلام بقى قولنا لو اكزيليت ما تاكلش كالسيوم كتير او الطعام اللي فيه اكزيليت كتير زي اللي هو البيناس زي الشوكولاتة زي البوتيتو الشيفس زي البيتس البنجر الحاجات دي كلها والقهوة والشاي والكفايين فاهم الفكرة الشوكولاتة والقهوة والتي والبين اللي هو مهبوس انت لازم تفهم طالما قلت شوكولاتة يبقى حاجة فيها كفايين يبقى تاخد في سكتها الكافي والتي الشاي والقهوة ماشي والاوراق الخضرة والاورانج والسويت بوتيتوز احنا طبعا اتفقنا ان الاورانج ده ستريت يعني بيزاوت الحموضة هو واللمون طيب مودريت كالسيوم تاكل زي ما قلت لك الكالسيوم لازم يكون بعددال الكالسيوم لازم يكون بعددال عشان برضو ما يحصلش معاك نقص فيه او يحصل لك حاجة نقصه فيتحرك من العظم والكلام ده ماشي انا شايف الموضوع سهل فما تقلقوش خالص وان شاء الله خير هتعرف تهبت عايزاكوا تبهروني ادوية مسكنات بوتاسيوم ستريت عشان يفتت ده عن طريق الاورال لو انا عايزة فتت الحصوى عن طريق الاورال دي في حالة اليوريك اسد فبدي بوتاسيوم ستريت تمام ماشي عشان يفتتها يعمل حمضة مع قلوي يعمل تعادل ليزو تريبسي يعني هدخل بالمنظر يا جماعة يوري تاريسكوبي هدخل بالمنظر وفتت بالليزر واتفقنا ان العملية دي يا شباب لازم تكون الاقل من 3 الاستون اقل من 3 ومش موجودة في اللور بول تمام ليزوتومي يعني هشيلها من تيوب تريبسي يعني شمس هقصرها الاول وبعد كده هشيلها تمام طيب وبالنسبة بقى للأكل زي ما قلت لك يشرب مياه كتير وقلل بقى صوديوم وقلل بوتاسيوم وقلل بروتين وقلل الفودوكزيلات ماشي يا صديقي ماشي قل ماشي والكالسيام لازم نثبته تبقى مدرية شغلنا بقى احنا قطى مريض المفروض بردك ان انا بدي انا لاجسك وكده وبدي ادوية بردك نفس الكلام بساعد المريض بقى ان هو يرتاح يعبر عن الالم بتاعه والعواطف الانباسي كلام بتاعنا ده كمية السوائل اللي دخله والخارجة انا اللي برائبها او برائب الدوة بتاعه برضك بشوف اليورين ماشي بشجعه ان هو يتمشى شوية عشان زي ما اتفقنا اصلا اللي بيعمل الستون السيدنتري لايف او اللي هو البناء دم البروتة الكسول الليزي فهم ما تقولش شو طوله روتة يعني او سيدنتري لايف او امبولايزيجن فعلاء المريض لازم يتحرك شوية زي ما اولتلك السترين اليورين مثلا سرو جوز ممكن لو اطره خرج اليورين بالجوز لهو يعني في يورين جوه ماشي اه بسبب الكالكولاي في حصوة جوه فماليورين مش حدي يخرج فبضطر ان انا جيبه بقى بجوز وكده اه كراش مثلا اه لو في اي بلات كلوتس جوه في اليورين الكلام ده اه ببان وكده بفحصها بفحص الكولوتس اللي بتخرج دي لو في بلات دي يعني خارج مع اليورين اه تمام اه اشوف برضو كمية اليورين اللي خارجة لو عنده في فرر لان ده دليل على ان هو عنده حمى بشوف مثلا الالم اه انتي بايوتك مثلا بديله انتي بايوتك علشان الانفيكشن اللي عنده بشرح الستون وطرق التعامل معها وكده بشجع المريض ان هو يتبع النظام الغذائي والاكل والشرب واتفقنا ان نازم ياخد في لوت كتير من 3000 ل 4000 ملي يعني من 3 على الال ل 3 لتر في اليوم اه برضوك الانفيكشن لازم يعالجها اه بنصح المريض ان هو يعمل احنا اتفقنا طبعا واليورين انالايزز دي كان من ضمن الدياجنوستيك عشان اشوف ايه اللي في اليورين بالزبط اه ما يقولش بص اي حاجة ما يفاش تاكلها زيادة عن اللزوم اه اي فيتامين زي مسلا فيتامين دي انا اشتفقنا المينيرالز الالكتروليتات ما فيش حاجة ينفع تاكلها زيادة عن اللزوم كل حاجة باعتدال اتأكد اهمية يا جماعة انه دايما يروح يعمل او يعمل الاختبارات دي كلها عشان يتأكد على نفسه يشوف نسبة الكراتينين والبلوت يورينيتروجين دي تحليل وظيف كيليا ماشي تمام يبقى دورنا قطمريض هو زي دور الاطباء بس اللي هو ايه انا هدي الدو يعني انا الكلام بتاعنا انا هدي الدو تمام انا اللي هرائب هخلي المريض هقدم له مثلا اخلي يخرج من اللي هو فيها اعلمه ازاي يتعامل ادي معلومات للمريض عن المرض ازاي يتعامل معها اشجعوا ان هو يتبع العادات الغذائية اللي فرضوها عليه او الاكل والشرب يتبعوا الكلام ده كله فهم الفكرة اساعدوا انه يتحرك عشان ما يقباش فيحصل له ستون او الوضع يسوق فهمتي يا ابني يبقى المسكنات اشجعوا ان هو يتحرك زي ما اتفقنا القلم اللي عنده طبعا بعمل على ازالته بسقفه بخليه اخد السوائل مفيش حاجة ياخدها زيادة عن اللزوم لو في عدوى بديله انتيبيوتك خلاص يا ابني بعالك طبعا كل الاعراض اللي عنده بس يعني مش حوار مش حوار اكسم بالله ما شايف ان في حاجة مستهلة بص ألف يعني بص يا ابني انا يعني شايفها مش طقة فعشان كده زي ما بقولك كده والله دورنا دورنا يا دكتور بقى كتمريد اول حاجة انا انا ايه جيف الميديجيشن انا اللي بدي المريد الدو انا اللي بعمل صبورت للمريد انا اللي بعمل اديوكيشن للمريد خلاص بعمله بشجع انه هيتتبع الاعداد غزائية بخليه يعبر عن والجريف واي حاجة غضب عنده خلاص بديله عن اللي ستورن وبتاع وخليه مثلا زي يتعامل معاها وبقول له انه ما يقلقه شي وخليه مثلا هو يديله مثلا صبورت خليه تكلم معايا الكلام ده كله لياخد فليود فاهمين الفكرة واقول له برضو بص روح اكشف اعمل فولو اوب بكل شوية اعمل كدني فانكشن تيست اعمل التحالي بتاع متاك اعمل بلاد تيست اعمل يوريا كاليتشر او يورين كاليتر مزرع البول عشان تعرف اخر التطورات وديله معلومات اللي هو عاوزها وريق الشورانس اطمن المريض فاهمين الفكرة الى هنا وصلنا لنهاية الرينا لستون عقبال ما اقول خلصنا من المحاضرة كلها بل ما اقول خلصنا من نيرو كمان يا رب والله يعني يا رب اقرب البعيد اذا فاضل لنا الجلومنفرايتس الجلومنفرايتس بقى كم صفحة تيبك من الصفحة الاولى دي انا بقى اقرأهاش اصلا ادي واحد ادي اتنين التلاتة ادي ربعة حمسة زتا ليه هو دي واحد اتنين تلات انا عارفة انه مساهلين والله يس يعني مش عارفة بمل برضك عندي حتة انه لازم اعده الصفحة مش عارفة ليه مش هتعمل لي حاجة العادة بس وطيبر فزي متفقنا بقى الفلو اوب وكده مشي ادي دعم للمريض مشي مشي قوله منفرايتس على خير تلي قوله يا رب الله مني يستبدعك ما فهمت وما قرأت وما حفظت وما سامعت فردو إلينا عند حاجتين إليه يا رب يا كريم توفيق يا شباب